أن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وسيجز الله رين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام على فراش الموت بل وذاق سكرات الموت وقال عليه الصلاة والسلام إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات وفي رواية يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في قدح فيه ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات حتى قالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي أو بين سحري ونحري فما أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إبقى هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أعدد ستا بين يدي الساعة الأولى قال صلى الله عليه وسلم موتي وقد وقعت هذه العلامة ثم فتح بيت المقدس وقد وقعت أيضا هذه العلامة فلقد فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نعم مات الرسول عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر من الهجرة كما تعلمون وفتح الله عز وجل على أصحابه في عهد عمر بيت المقدس في العام السادس عشر من الهجرة وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المطهرة إلى أرض فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب موكب جليل يزداد جمالا وجلالا بتواضعه أمير المؤمنين الفاروق الأواب عمر بن الخطاب مع خادمه على ظهر دابة واحدة يركبها تارة ويركبها خادمه تارة فلما أقبل على أرض بيت المقدس ومرت به دابته في مخاضة في بركة ماء خشي أن يمر المخاضة وهو على ظهر الدابة فنزل وضع حذاءه تحت إبطيه وجر الدابة خلفه فلما رآه أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش المنتصر قال يا أمير المؤمنين ما أحب أن القوم قد استشرفوك يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت في هذه الحالة قال أوهن يا أبا عبيدة أوهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله نعم في عهد هذا الأواب وفي عهد أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح فتح الله بيت المقدس وأسأل الله عز وجل أن يرده من جديد إلى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه موتي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس قال ثم موتان وقعت العلامة الأولى وقعت العلامة الثانية قال ثم موتان يقع فيكم كقعاص الغنم موتان موتان الموت الكثير طيب يقع فيكم كقعاص الغنم داء أو وباء يصيب الأغنام أو يصيب الدواب فيسيل شيء من أنوف الدواب فتهلت في الحال طاعون مرض ثم موتان يأخذ فيكم أي ينتشر فيكم كقعاص الغنم أي كالوباء الذي يصيب الغنم فيهلكها وقد قال علماؤنا بأن هذه العلامة قد وقعت أيضا في طاعون عمواس في بلاد الشام وكان على الراجح من أقوال جماهير أهل السير والتأريخ ثامن عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قتل في هذا الوباء وفي هذا الطاعون خمسة وعشرون وعشرون ألف من المسلمين وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بل وطعن فيه أيضا ومات بسببه أيضا الصحابي الجليل معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميل طيب العلمة الأولى قلنا إيه موتي عليه الصلاة والسلام العلمة الثانية قال ثم فتح بيت المقدس وقد فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه العلمة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنب الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطة أن استفادة المال أي كثرة المال فقد وقع ذلك فعلا وقع ذلك بالفعل ثمت في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل فشك إليه الفاقة الفاقة يعني الفقر ثم جاءه آخر فشك إليه قطع الطريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم يا عدي هل رأيت الحيرة قال لا يا رسول الله وقد أنبئت عنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإن طالت بك حياه لطرين الضعينة والضعينة هي المرأة في الهودج الذي يوضع على ظهر البعير لطرين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله يقول عدي فقلت في نفسي وأين دعار طيء وأين دعار طيء أي أين هؤلاء الذين قطعوا الطرق وقطعوا السبيل على المسافرين يقول فقلت في نفسي وأين دعار طيء يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتفتحن كنوز كسرة فقلت كسرة كسرة بن هرمز فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرة بن هرمز قال صلى الله عليه وآله وسلم ولئن طالت بك حياه لترين الرجل وهذا هو الشاهد يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يقبله منه يقول عدي رضي الله عنه فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرة بن هرمز صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكنت في من افتتح كنوز كسرة بن هرمز قال ولئن طالت بكم حياه لترون ما قال محمد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل ملأ كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يقبله منه قال أهل العلم وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تعلمون ما الذي حدث في عهد عمر في سنتين ونصف تقريبا عاد